السلام عليكم ورحمة الله يا هلا بكم ضلاب الثالث المتوسط الأبطال كل الهلا نرحب بكم بدرس جديد واليوم احنا في يونت السادس لا تنسى أبد الدعاء اللي يقول لك علي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا عندنا تمرين مهم جدا في بداية اليونت السادس وأريدك تحفظ ليها مثل اسمك عندك كلمات وهذا التمرين يعني صيغة السؤال لما تجي لك بالامتحان أو مرات يجي اختيارات مرات يجي اختيارات ها ستراح علمك شلون يجي طيب الآن عندك قائمة أي خلينا نقول هو بالكتاب ماكو قائمة أي بس بالامتحان الوزاري يقول لك أي قائمة أي وجوه قائمة بي حلو عندك قائمة أي وقائمة بي وقال لي ماتش أربط طيب شون حلة طبعا ها رح نحفظه بس حتى فهمك هيلب يساعد أدور على فتشي بمساعدة هيلب النار يساعد النار لا هيلب السيارة يساعد السيارة لا طيب يساعد إيش هيلب 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 أدور على كلمة هيلب كاستمرز كاستمرز هس رح أحل آنياك وأريدك تحفظ ليه وأعلمك شلون تحفظه طيب أنا عندك كلمة هيلب معناها يساعد كاستمرز اللي هي الزباين العملاء العميل يعني اللي يشتغل اللي جاي عليك على مد ياخذ منك خدمة هيلب كاستمرز مساعدة العملاء أو الزباين هيلب كاستمرز أعيد بياه يلا هيلب كاستمرز كاستمرز هيلب كاستمرز هيلب كاستمرز هيلب كاستمرز مساعدة الزبان هيلب كاستمرز يساعد 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 الزبان هيلب كاستمرز أظل أعيد بيه الحد ما تنحفظ put out fires هذا من هو اللي يطفي النار؟ من هو هذا؟ هسا راح ناخده ورا شوية يطفي يعني هو اخماد الحرائق بس انا احب تكون بلهجتنا بلهجة العراقية نقول يطفي يطفي الحريقة الحرائقة يطفي الحرائق يطفي الحرائق يطفي الحرائق يطفي الحرائق عيد ويا يلا يا بطل يلا يا بطل يعيد الحراء قايم كثر ما اقولكم عيد طيب اضل عيد بيها الحد ما احفظه احفظه طيب اربعة كلمة رن الها كثر من معنى اذا مرة تجي بمعنى يركب ومرة تجي بمعنى يدير اذا قال لي سباق اقول لي يركض بالسباق اذا قال لي بزنز يعني عمل اقول لي يدير البزنز اذا لها معنى منية اما يديره يعني يصير مدير علي او يعني يركض فاني شون اعرفه حسب الجملة اذا عندي بنشفت رن ادور شينو اياها لقيت بزنز اقول لي يدير البزنز رن ابيزنز يدير البزنز رن ابيزنز يدير البزنز رن ابيزنز يدير العمل او عمل تجاري يعني حتى ما سولكم اياها طويلة بس يدير العمل يدير العمل يدير العمل يلا يا أبطال يدير العمل عند وراها كلمة save يعني مو معناها يحفظ المعلومة براسه لا يحفظ المعلومة غير كلمة save يعني بمعنى ينقذ save lives ينقذ حياته lives يعني حياة save lives ينقذ الحياة save lives ينقذ الحياة إذا كررت هواية قلت save lives ينقذ حياته ينقذ حياته ينقذ حيات الناس أو حياتهم عادي إذن من تجيك في الامتحان من راح أشوف save ينقذ حياتهم شوف save lives ينقذ حياتهم 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 اللي هو الدكتور الممر save lives ينقذ حياتهم save lives ينقذ حياتهم save lives ينقذ حياتهم save lives ينقذ حياتهم يأخذ طلبات الطعام شوية ويا يركز أحسنت إذن يأخذ الطلبات للطعام يعني يأخذ طلبات الطعام شوف الفرق يعني يرعى أو يعتني حتى أصليح الكيه أصير أحلى يعني بمعنى يعتني 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 بأما بالناس المرضى مرات بالحيوانات المرضى عادي مرات الأم مريضة حسب الكلمة اللي تجيني مني شوف كلمة سك يعني مريض يلا عيدوا ياي take care of sick people نمرة أخرى take care of sick people take care of sick people يعتني بالناس المرضى يعتني بالناس المرضى يعتني بالناس المرضى يعتني بالناس المرضى طيب طبعاً نيرس طبعاً هي الممرضة كلمة نيرس يعني ممرضة تعتني بالناس المرضى شوف شلون تجيك بالامتحان مثلاً يقل لك النيرس الممرض لو الميكانيكي يعتني بالناس المرضى تقول لك النيرس الممرضة مرات يقل لك نيرس يصلح السيارة وينطقي اختيار يقل لك النيرس اللي هي ممرضة لو الميكانيكي من هو يصلح السيارة تقول لك الميكانيكي تقول لك الميكانيكي فأرجوب تحفظ ليها من خلال التكرار والكتابة شوف لهذا التمرين الثاني الكلش مهم اللي موجود بالوحدة السادسة باوه عندك كلمة دكتور هايah كلمة دكتور عندك فاير فايتر رجل الاطفاء رجل الاطفاء رجل الاطفاء يلا عيدوا اياي دكتور طبيب دكتور طبيب فاير فايتر رجل الاطفاء فاير فايتر رجل الاطفاء فاير فايتر رجل الاطفاء ميكانيك ميكانيكي ميكانيك ميكانيكي بوليسمان رجل الشرطة بوليسمان رجل الشرطة بوليسمان رجل الشرطة بوليسمان رجل الشرطة اللي هو شرطي يعني مساعد المحل يعني اللي يشتغل ويصاح بالمحل يساعده بالبيع shop assistant مساعد المحل يلا عدويه shop assistant 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 shop assistant مساعد المحل احسنتا يلا عيدوا اياه هذاني كلمات نحفظهن شوفوا ما يجيك بالامتحان طيب مرات يقل لك ويقول لك يعني مرات يجيب لك دكتور ويريد ايه هذا التعريف ومرات يجيب لك اختيارات مثلا يقول لك الدكتور يساعد الناس المرضى يقول لك الدكتور والدكتور تعريفين اريدك تحفظيها دكتور هاي نفس ما هي دكتور هاي ثابتة هاي ثابتة هو الشخص الذي الدكتور هو الشخص الذي يساعد الناس المرضى هجعل ثانا تعريف آخر دكتور هاي بعد ما ظل كل شوي يعيد هاي مثل ما هي دكتور 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 يعمل بالمستشفى ثالثة رجل الاطفاء هاي ثابتة Is someone who puts out fires يطف النار أو يطف الحرائق Put out fires يطف الحرائق Put out fires يطف الحرائق عندك أربعة Mechanic Is someone who works in garage الشخص الذي يشتغل بالقراج أو مرات ينطيك كار سيارة الميكانيكي هو شغلته بالقراج وبالسيارات عادي إذا نطع قراج اختار ميكانيكي نطع كار هم اختار ميكانيكي إذن الميكانيكي هو work in garage هاي كلمة garage هاي غراج مالك سيارة نفس ما خمسة Policeman رجل الشرطة Is someone who هاي اللي بالأخضر ثابته بعد ما كلي شوية كلي شوية يظل عيدها يعني انت حفظتها باعتبار Is someone who الشخص الذي Is someone who Enforce laws يطبق القانون شوف اللي يدرس قانون هذاك المحامي Steady laws Steady laws Steady laws هاي كلمة Steady رح ناخذها ايضا كلمة Steady يدرس Studies Studies law يدرس القانون هذا من هو والله هذا المحامي بس اللي يطبق القانون Enforce law Enforce law Enforce laws Someone who enforces laws Someone انت حافظها بس تحفظ لي Enforce laws عندك ستة Shop assistant هو مساعد المحل Is someone who هاي ثابته Sales يبيع things in shop يبيع الأشياء بالمحل Sell things Sell things in shop يبيع الأشياء بالمحل Sell things in shop يلا خليك وياه يتعيد يلا 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 بطل يلا رح عيد عليك يلا عيد وياه يلا shop assistant is someone who sells things in shop وياه إذن مساعد المحل هو الشخص اللي يبيع الأشياء بالمحل عندك سبعة teacher المدرس is someone هاي انت حافظها طيب teaches يدرس teaches يدرس students طلاب in school بالمدرسة شوف كلمة تستدي يدرس students يعني يدرس طالب يلا وياه مره خليك نعيد teacher is some one who teaches students in school school و ويتر نادل يلا عيدوا وياه وكف الفيديو وضل عيد بيها ويتر نادل يلا عيد مره خليك نعيد مره خليك نعيد ويعرفوا يصمم ويصمم ما هتصمم بالفيديو بس اشرح وانطل الطلاب كل شي ما حصلت من عيدكم بس النهار كله اتعب لكم حتى تصميم فيديو الى ما هتصمم مو مشكلة تستاهلون من تنجحون هذا احلى هدية حصلها منك يلا يا ابطال designer مصمم designer مصمم author مؤلف author مؤلف author مؤلف author مؤلف author مؤلف مؤلف vet طبيب بيطري vet طبيب بيطري اللي يعتنب الحيوانات المرضى astronaut رائد فضاء صعب لفضها ما تعرفت الفضاء خليك هو اياه أسترا 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 نات نات قل نات 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 أسترا أسترا نات أسترا نات أسترا نات أسترا نات أسترا أسترا نات أترو قل أترو بعدين قل أسترو أسترو وقل نوت أسترو نوت حتى لو رفضك غلط يا أخي مو مشكلة همشي تعرفها أسترو نوت 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 رائد فضاء فوتاغرفي فوتو غرافر فوتاغرفر فوتاغرفر مصور فوتاغرفر مصور دينتست طبيب أسنان دينتست طبيب أسنان دينتست طبيب أسنان دينتست طبيب أسنان دينتست داناتست داناتست طبيب أسنان بينتر طباعة اللي يطبع يعني بينتر طباعة بينتر طباعة بينتر طباعة بينتر طباعة نجي نأخذ هنا هذين الأجوبة مالتين ويتر اسم من هو هاي رح احفظه خلاص كافي كافي كل شو يعدنا رح اخليه يالله سيرفز بيبل ان تيكس اردر ان رسترانت صراحة هاي ما احتاجه خلينا قول مباشرة هو تيكس اردر يعني هو ياخذ الطلبات بدون ما يعني اطعبكم هاي اسليكتش تيكس اردر هو يخدم الناس يعني بدل ما يخدم الناس يقبل يلقي الطلبات يأخذ هو شخص الذي يأخذ الطلبات هو شخص الذي يأخذ الطلبات هذا سهل لكم يلا هو شخص الذي يأخذ الطلبات طيب عندك هناك كلمة تيكلاف تيكس 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 اردر يعني هو تيكس اردر ان رسترانت الشخص الذي يأخذ الطلبات بالمطال تيكس اردر سنرسترانت تيك اردر سنرسترانت اركي تيكت Plants Buildings يعني يخطط للمباني يخطط المباني هو الشخص الذي هاي هو الشخص الذي اريدك ثابته يعني خلاص بعد ما احتاجه Architect Plants Buildings يخطط للبناية كلها موجودات والكتاب Web Designer يعني مصمم البيب Web عفوا Designs Web Sites Web Sites Designs Web Sites يعني يصمم المواقع Designs Web Sites يصمم المواقع Author writes books يكتب الكتب Author writes books يكتب الكتب Author writes books Author writes books Someone who writes books That Takes care of sick animals ومن يعتني بالحيوانات المريضة Take care of sick animals طيب نجي على الطيار اللي هو شنوه Flies in a rocket يعني يطير بالطيء بالصاروخ اللي هو يطير للفضاء Flies in a rocket Flies in a rocket روكت 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 طيب Photographer Someone who is someone who هاي ثابته ما اريدك تسأني عليها ليش ما قلناها لأن اصلا هي ثابته Takes photographers طيب مرات ما يجيبه مرات ما يجيبه مرات ما يجيبه مرات ما يجيب لهاي يعني مثلا هسا هي مكلمة write books يقل لي write يقل لي vet طبيب بيطري لو اثر ويحذف له هالكلمة هالكلمة ما يحذف ما يحذف write books اقل له لاثر حتى لو ما قال له يصمّنه حلو طيب اذا photographer takes photographs يعني ياخذ صور takes ياخذ صور دنتس طبيب الاسنان looks after كلمة looks after هاي مليون مره عندناها يعتني people's teeth كلمة teeth أسنان من يشوف أسنان هي مفتاح الحال teeth أسنان ورقم تسعة قل لي paint يعني painter هو الشخص الذي paint هو اللي يرسم الرسام هو الشخص الذي يرسم باوعلي على كلمة define مرات يقل لك define a doctor بس يجي يقل لك define a doctor شوفوا شلون شلون جاب لك سؤال define a doctor روح على الدكتور وين الدكتور هو؟ وين بالله وين الدكتور؟ هذا وين who works in hospital الشخص الذي يعمل بالمستشفى في ها كلش كافي he works in hospital إذن من قال لي define a doctor راح نطيد الجواب هذا اللي بالأحمار أقل لي someone who helps sick people الشخص الذي يساعد الناس المرضى صعبة طويلة اللي هنا كلش كافي تحب تقول he works in hospital بعد حسن لك تحب تقول he works in hospital بعد حسن لك تحب تقول he works in hospital he works in hospital هم صحيحة عادي مو مشكلة اثنان صحيحات شوفوا السؤال الثاني شوفوا شون جايبلك يقول لك define من يقول لك define انت لازم تحط السمون هو إذا ما جايب لي بابا إذا ما جايب لي كل شي قيل لي define a doctor أنا أكتب التعريف كامل زيان مرات مرات يقول لك define ويجيب لك التعريف repair cars يصلح السيارة شوف قيل لك repair cars طيب أنا شلون راح أحله شوف شلون راح أحله راح أقول الميكانيكي السمون هو الميكانيكي الشخص الذي repair cars يعني بس مجرد خليت الاسئي هنا السمون هو هاي اللي قلت لكم عليها مهمة يا الله فضول إياها بس هاي حطيتها أنا من عندي هو قيل لي ميكانيكي حطيت للميكانيكي وحطيت لـ repair cars كل شو ما سويت شوف هذا السواع يقول define nurse عرف لي الممرضة looks after sick people تعتنب الناس المرضى شوف هان شلون راح أجاوبه راح أقل لي أنهرت خلت لي السمون هو من عندي وهي looks after sick people هي موجودة نزلتها آني بعد ما خلت لي السمون هو اللي وراها نفس الحالة قيل لي define fire fighter راح أقل لي شوف شون حليتها قلت له firefighter السمون هو الشخص الذي put out كذا ونزلت الحال مثل ما هو آخر شي قيل لي عرف لي الدكتور هو يعتني بالناس أو قيل لي treats شوف جايب لي كلمة treats treats معناها يعالج أنت مالك علاقة به طالما هو منطيك إياها أقل له دكتور اسمون هو ونزل له الباقي اللي منطين إياها إذا ما منطين التعريف أنا أكتب التعريف من عندي الآن ننتقل على موضوع اللي هو الاتجاهات وهذا عندك تمرين بالكتاب دائما يجي من عندك سؤال بالوزارة النقطة يعفون بالوزارة دائما علي درجتين يعني فإحنا بدأ لما أجي أشرح لك وأخذ أنطيك هذا التمرين ونطيك مفتاح حلو تحفظه خلاص موضوع انتهي نيجي عدنا فوق كلمات اللي هي next to بجوار past يعني go past طبعا past يجوية كلمة go من أقول go past يعني معناها مر هسا كلمة go يعني اذهب بس من أقول go past معناها مر يعني هاي يجون مع بعض من أشوف كلمة past اختاروا إياها go من أشوف go اختاروا إياها past عندي long معناها طول أو مدة وهاي كلمة long دائما تجي ويا how واللي هي how long معناها كم المدة how long كم المدة long واحدت معنا طويل بس من تجي ويا الhow صيرك how long يعني كم المدة صارت turn معناها استدر turn استدر sit right on يعني مباشر مباشر شوف كلمة sit right وحدها معناها مستقيم أو عدل تجوية sit right here يعني شعر مسفط sit right on يعني مباشر on هيش على مباشر يعني how to get to كيف تصل إلى كيف تصل إلى أجي على الحل الجملة الأولى قال لي go طيب استاذ شون عرفتها مفتاح الحل هو go من نشوف كلمة go تحطوا يا sit right عيد go sit right go تجوية sit right Go تجوية sit right معناها مر go sit right ترجمة نانسي قنقر من أشوف كلمة left على اليسار أقل تيرن حلو ثلاثة tell me أخبرني كلمة tell me أخبرني لو أجي أردت أطبقها أقول tell me أخبرني بجوار أخبرني مر من هنا أخبرني مدة أخبرني استدر أخبرني مباشر أخبرني كيف تصل إلى نعم إذن مفتاح الحال هو tell me أخبرني how to get to كيف تصل إلى طبعا تقدر تقول library أيضا تقدر تحط للمفتاح الحال كيف أصل إلى المكتبة how to get to the library بس أنا أشوف tell me أخبرني يعني go قلنا تجوية past إذن مفتاح الحال هو go لأن go past تجي معنى مر go past يعني مر go sit right يعني اذهب بشكل مباشر go sit right اذهب بشكل مباشر go past يعني مر go past مر go sit right يعني اذهب بشكل مباشر go past يعني مر طيب my house is next to the park يقل لك يعني منزلي بالقرب من البارك مفتاح الحال شن هو park من نشوف كلمة park معناها متنزه هذا مكان متنزه يقل لك next to بجوار الحل اللي بالأحمر مفتاح الحل اللي بالأخبر وقدت لك long تجي how long يجون مع بعض طبعا عندي يرباء لك ترى ممكن تجيك سؤال يقل لك how long لو how past تشوف تقل لك how long لأن الhow long تجي مع بعض طيب هسا راح نجي ننتقل على موضوع اسمه الضمائر الوصل ضمائر الوصل يعني الضمار اللي توصل بين الجملتين عندك هو معناها الذي وتجيني مع الفاعل العاقل عيدوا يا هو مع الفاعل العاقل حلو طيب أجعل هاي الجملة يقول ذمان هو ذمان هو ليش اختارينه لأن المان رجل فاعل عاقل حلو مثلا قال لذا بوليس مان رجل الشرطة أقل له لأنه عاقل يعني يفتهم عنده عقل يعرف يسولف هذا هو المان هذا هو وير اينه وير اينه تجي بمعنى ويا المكان معناها مدينة تاون معناها مدينة ومثلا عندي سيتي ايضا اقول وير لما تجيني تاون يعني معناها هاي مدينة يعني هاي مكان اقول وير مثلا قالي بغداد اقل له وير لأن هاي مكان قل للبصرة اقل له وير حلو اللي وراها عندنا هوز هوز تجوية ضمائر الملكية ويجيك قبلها اسم ووراها اسم لأن هي تربط ما بين اسمين بيها ملكية حلو طيب قالك the house whose garden اذن قبلها اسم ووراها اسم الهاوس بيت من اسم وعندك garden حديقة هم اسم لذلك اختارينه whose وعندك الوش تجيك مع غير العاقل اللي هو الجماد مثل كلمة بوك بوك فاتشي جماد كار وش هذن نختار لها وش طيب ليش اختارينها وش لأن نبق بوك الجماد حلو نجعل هاي تمارينا نحل الجملة الاولى قايل لي من الرجل بما انه قايل لي رجل مان اجعل لي اقول لي يا با اختار هو بيش اختارينه هو لأنه المان عاقل ثانيا قايل لي غير الفتاة غير هاي والفتاة الفتاة عاقلة هو عاقل ايه نعم عاقل اذا نقول له هو ثانثا قايل لي مان هاوس شوف يعني الرجل اللي عنده بيت بيها ملكية هاي جملة بيها ملكية قبلها اسم وبعدها اسم قبلها اسم وبعدها اسم مان الرجل اسم وهاوس اسم فراح اقول له هوز اللي وراها هاوس منزل وقاردن حديقة اثنينات اسم اثنينات اسم اذا طالما عندي اسمين هاوس وقاردن فراح اقول هوز شوف اللي وراها الستوري 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 قصة الستوري عاقل لا غير عاقل اقول له وش طيب بعدين قيل الهاوس الهاوس هاوس يعني منزل باوع لزين وراها اكو اسم الهاز اسم لا الهاز يمتلك كبير هاي مو اسم طيب ما عندي اسم ورا الاختياط اذا راح اقول وش لان المنزل فتشي غير عاقل المنزل فتشي غير عاقل حلو ثلاثة قال لبوليس بوليس شرطة شرطة فيف لص شرطة يعني لص حرامي هذا ايضا ايش هذا ايضا يعني عاقل فراح اقول هو هو ثلاثة قال لانجينير انجينير مهندس المهندس عاقل له مو عاقل اي نعم عاقل اقل لهو تسعة قال لتاون المدينة تاون مدينة طالما عندي مدينة فراح اقول وير اللي هي اين اللي هي المكان عشرة قال لثيف ثيف شنو الثيف هاي من علاقة به هاي مو مفتاح الحل مفتاح الحل هي ثيف لص ثيف لص عيدوا ياه ثيف لص ثيف لص ثيف لص ثيف يعني حرامي ثيف حرامي ثيف حرامي ثيف حرامي اختار هو لانه عاقل وراها قال لما رجل هاي كلها اسئلة وزارية كلها اسئلة وزارية مان رجل لذلك انه بعدين قيله بوكس بوكس كتب بوكس عاقل فراح اقول له الاختيار الصحيح هو البوكس غير عاقل جمال فراح اقول له ويتش فراح اقول له عدنا هذا التمرين ايضا مهم عدنا كلمات فوق قلنا زلهم جوه الالسو طبعا كلمة الالسو معناها بالعربي معناها بالعربي ايضا طيب وتجي قبل الفعل قبل الفعل تجيني قبل الفعل دائما طبعا مثل كلمة وز مثل كلمة از اي فعل تجيني هي قبلة يعني مثل كلمة از از فعل از او وز في الاس وز ايا الكان يعني هي تجيني قبل الفعل طيب عندي انت تجي مع جملتين متشابهتين تجي مع جملتين متشابهتين جملتين تستخدم مع التشابه يعني جملتين متشابهات نفس الشي تحدثا على نفس الموضوع طيب الهو نعرفها مع العاقل البت جملتين مختلفات معناها لكن البت معناها لكن طيب والانت يعني معناها و و هو مع العاقل بت مع جملتين مختلفات ووش مع غير العاقل حفظ لي ياهن مو بس تباوع مو بس تتشوف تحفظ طيب لا تنسي اللي بالأحمر اللي بالأحمر حل واللي بالأخضر مفتاح الحل الجملة الأولى قيل لي also طيب ليش خليت also لأنه لدي is دائماً ال also تجيك قبل ال is also تجيك قبلها is يعني من نشوف is تختار also ثانياً عندي كلمة lost طبعاً معناها خسرة أو ضاعة خسرة أو ضاع فنينات ضاعة يعني فتشي ضاع طيب survived يعني دامة دامة يعني يعني يدوم يطول يعني طيب الآن عندي ضاعة ودامة يعني يعني يعثى يعني خلينا نقول يعني عثرة عليهم أو أحسن عثرة يعني لقوهم أكثر الأعمال بهم ضاعاً ولكن بعضهم من الآخر يعني عثروا عليهم عثروهم يعني لقو عثرة عليهم طيب الآن هذن جملتين اش بيهن مش شفت كلمة آني من أريدحل من أريدحل باوعت لقيت بط لكن لقيت فراغ هنا هاي هنا عندي فراغ هاي هنا ماكو حل يعني هنا جيت أريدحل ماذا جيت أريدحل جيت هنا كلمة بط باوعت عليهم لقيتها بيضة ماكو جواب كل شي ما كنا قاض يريدنا حل أنا ش راح أقول لي راح أقول لي بط واحد يقول لي ليش ستر ليش اختارين بط ليش اختارين بط لقيت الكاب لون أحمر لأنه عندك ضاع و سيرفايفد يعني لقيناه إذن واحد عكس الثانية مختلفات فراح أقول بط الجملة الثالثة عندي بوك بوك جماد أقل له ويش غير عاقل أربعة visit visit طبعا بدون هي هي شين هي مو للعاقل هو أنا قاعد أحكي عن هي هو عاقل فراح أقول هو الذي الجملة 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 الأرخامسة قل لي لاتين لاتين يعني لغة لاتينية لاتينية وعندي لانجوج يعني لغة هذين متشابهات لا ما متشابهات نعم متشابهات لذلك اختارية الان لذلك اختارية الان طيب الآن راح ننتقل على will والgoing to طبعا القو والwill يستخدما للمستقبل I play football يعني أنا ألعب كرة القدم I will play football يعني أنا راح ألعب كرة القدم بالمستقبل القو معناها سوف دير بالك مو معناها go يذهب هذا كامل كامل تركيب كامل يعني كل going to معناها سوف I am going to play football يعني أنا سوف ألعب كرة القدم وقع أستاذ هاي مو عندنا go يذهب لا حبيب هاي going غير ريت ما لها علاقة هاي going to مع بعض كاملة going to كل طيب الول تستخدم عن شي حقيقي عن شي حقيقي فد شي حقيقة راح يصير يعني مثلا خلينا نقول أكو فد رقم أكو فد رقم الرقم ثابت هاي حقيقة حقيقة ثابتة راح أصير حقيقة ثابتة سوف تحدث طيب يقول I will travel راح أسافر الساعة 12 ونص هاي حقيقة طيب يعني فد شي أكيد راح يصير القوة تجيك مع التخطيط قرار اتخفته قرار اتخفته نجي الجملة الأولى يقول I am going to ليش اختارينا I am going to هاي الجملة ليش لأن تخطيط قيل لي أنا راح أشوف اللعبة غدا تمورو هذا تخطيط معيني هذا مو حدث حقيقي مية بالمية راح يصير هذا تخطيط يخطط يسول هذا الشي شنو مفتاح الحل طبعا كلمة تمورو غدا هي مفتاح الحل نشوف كلمة تمورو غدا هاي هي مفتاح الحل حتى فوتبول ماتش فوتبول ماتش يعني مباراة كرات القدم انت حافظها أصلا فما يحتاج تقراها أصلا بس هاي لك تعرف لي تمورو غدا الجملة الثانية طانما من طين رقم قايل لي ساعة سبعة فراح أقول له والله الثالثة قال لي مباراة كلش مهمة هاي حقيقة من أشوف كلمة كلمة يعني ناس هاي هذا يفتشي حقيقي أو فتشي ثابت يعني حقيقة إذن هذا مو تخطيط هذا شي ثابت حقيقي حقيقي فهذا شي ثابت حقيقي ها واضح لي هنا هذا هو مفتاح الحل مني جيك بالامتحان لا تقل لي ما عرف حل مني شوف كلمة lot of people شي ثابت حقيقي lot of people معناها هواي ناس lot of people يعني هواي lots lots of people يعني هواي ناس وهي تعتبر فتشي حقيقة ثابت فتشي حقيقة ثابت طيب الثالثة يقول cold in the evening الجو الجو بارد بالمساء هاي فتشي حقيقة ثابت يعني يعني بكيفك هي cold in the evening يعني الدينية بالغالي بصير بارد بارد مساء يعني من الليل وفوء من الظهر وراء من العصر وراء الجو سير بارد هاي حقيقة يعني فتشي ثابت لذلك قلنا نقول وراح يقول after the match after the match يعني بعد المباراة بعد المباراة نشوف كلمة بعد المباراة هاي فتحقيقة عفوا نفت تخطيط خطط والله ان شاء الله ورا اللعبة لذلك اختارينا going to والعاشرة من نشوف رقم ثابت تقل لأول من نشوف رقم ثابت تقل لأول عندنا هذا التمرين أيضا مهم وجاي وزاري واريدك تركز لعلي عندنا كلمات فوق وننزلها جوه حسب المعنى لا تنسي اللي بالأحمر جوه واللي بالأخضر مفتاح الحل واللي بالأخضر مفتاح الحل طيب نجي weights الأجور weights الأجور فاسلتيز فاسلتيز تجهيزات Complain يشتكي Complain يشتكي Complain يشتكي Definitely مطلقا Definitely مطلقا Definitely مطلقا Aaron يكسب Aaron يكسب Aaron يكسب Opportunity فرصة Opportunity فرصة Opportunity فرصة Opportunity فرصة Difficult صعب Difficult صعب طبعا ها كلمة اللي ما يعرف الفضها opportunity 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 يلا وعندك officer مسؤول العلم العمل officer تيجي مسؤول العمل تيجي مرات بمعنى ضابط يعني شخص اللي عنده معلومات اللي يعرف عن العمل عنده خبرة يعني يعني المسؤول مسؤول العمل officers طيب جملة الاولى الحال هو شنوه opportunity شنو مفتاح الحال قال لك school هي مدرسة المدرسة school هي ايش هي فرصة للجامعة university يعني جامعة هاي هواي خذناها الكلمة طيب اذن ركزوا ايايا school المدرسة فرصة للجامعة يعني المدرسة هي فرصة تؤديك للجامعة هيتش من نشوف كلمة school مدرسة ومن نشوف كلمة جامعة school university opportunity اذن من نشوف كلمة school مدرسة و university جامعة احطوا اياها opportunity واللي معناها فرصة طيب الان رقم اثنين يقول some courses يعني بعض الكورسات كورس كورسات هي نفس ما هي ما تعرف تقراها تهجاها كو او كو و ار كور و اس كورس و اس كورس يعني بعض الكورسات are easy يقول كورسات سهلة وبعض هم ش بي difficult اذن من نشوف كلمة كورس سهل حطوا اياها وبعض هم يقول difficult يعني وراك بيهم سهلات ومرها تصعبات اذن من نشوف كلمة كورس easy سهل difficult صعب متعاكسات هذين معاكسات مهمة ثلاثة modern universities الجامعات الحديثة هاي مفتفح الحل اقل اقل facilities اللي هي تجهيزات الجامعات الحديثة دائما يكون عندها تجهيزة التجهيزات دائما وين تكون من يكون عندك جامعات حديثة اجاك الاختيار تقول لي يا بأدور على الحلم من يشوف modern university modern university اربعة نطعنا هاي الجملة من يشوف عندي الاختيار الحل الصحيح هو كلمة earn يكسب شون عارف كلمة earn يكسب good better job better job يعني افضل وظيفة الوظيفة جيدة تنطي earn تكسب فلوس بها earn يكسب يعني يكسب الاموال earn يكسب الفلوس هش جاني من يشوف كلمة better job يعني وظيفة جيدة اقول لي earn يكسب خمسة هو قيل لي wages wages يعني الاجور are not very high الاجور يعني مو كلش مرتفعة يعني الاجور مو كلش زينة يعني قصد الرواتب wages يعني الرواتب not very high يعني ليست مرتفعة يعني ليست قوية ليست رواتب قوية ليست مرتفعة wages إذا ما نشوف كلمة not very high ليست جدا عالية أقل له ويجز الاجور ستة الحل الصحيح complain مفتاح الحل هو don't have money complain معناها يشتكي من أشوف كلمة don't have money اللي ما عنده فلوس راح يصير به راح يشتكي راح يشتكي يشتكي حلو رقم سبعة قيل لك advice نصيحة officer احنا قلنا officer يعني شخص اللي عنده خبرة اللي مسؤول أنت من أين تأخذ نصيحتك غير تأخذها من مسؤول العمل مالتك هو مسؤول العمل ينطيك النصيحة مالتك ينطيك النصيحة اللي أنت ووجهك لأن عنده خبرة فكلمة officers هي الحل مفتاح الحل هو advice نصيح وثمانية عندي كلمة definitely good idea يعني مطلقا يعني دائما كلمة مطلقا يعني فتشي جيد good idea نشوف كلمة good idea أقول له definitely إذن definitely good idea definitely good idea definitely good idea يعني فكرة جيدة بشكل مطلق يعني 100% يعني 100% يعني صحيح نحن نحل نجعل هذا التمرين خلينا نحله يقول vet كلمة vet نحن نعروفها شنو معناها؟ معناها طبيب بيطري أوك طبيب البيطري يلي طبيب البيطري منطينا اختيارات sell يبيع لو takes care of يعتني ب sick animals يعني sick animals حيوانات إذن راح أقول له take care of طيب أستاذ ليش خلينا take care of ليش قلنا يعتني ما نذكرنا طبيب بيطري طبيبي بيطري يعتري من حيوانات الوضع طيب الجملة الثانية مطينا اختيارات قال لي كوك يطبخ لو دراونج إحنا قلنا درو أما بيرسم خريطة درو أما بيرسم خريطة وكوك يعني أطبخ طيب أجي أدور على بعض الاختيار كوك يطبخ يعني يطبخ العشاء قال لي picture picture هي صورة إحنا نعرفها طيب يطبخ الصورة لو يرسم الصورة picture إذن ما شفت كلمة picture اللي هي صورة أقل لدراونج دراونج يعني يرسم إذن أقل لدراونج picture اللي هي يرسم الصورة اللي هي يرسم الصورة نجي على الثالث الثالثة قاية يدي كار هاف يعني السيارات عندهم إيرباك لو جي بي أس طيب الإيرباكس إحنا نعرف كين معناها وهي الحقيبة الهوارية والجي بي أس يعني الخريط أباوه أدور على حل drivers can't be lost 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 إحنا شقلنا معناها lost يعني يضيع can't lost يعني ما يقدر يضيع إذن شراح أختار أقل لجي بي أس طيب ليش جي بي أس لأن الجي بي أس ما تخليك يضيع حلو على رقم ثلاثة قاية لي marches arabs مدري شنو قاية لي رايز لو جرو طيب أنا رايز معناها يعني رايز يربي وقرو يعني يزرع قرو يعني يزرع طيب رايز يربي وقرو يزرع أدور الحل بفالوز بفالو أنا ما عرفه طيب شيب شيب غنم من شن شيب هاي اللي فلان كرتونة تطلع شن شيب شيب غنم إذن ما شفت غنم الغنم شن شيب غنم راح أقول له لا الحل مو مو جرو لأنه جرو يعني يزرع يزرع الغنم لا يربي الغنم إذن الحل الصحيح هو رايز اللي هي بمعنى يربي الجملة الثلاثة اللي هي بمعنى يربي لا أعرف كل شي لا أعرف عندي كلمة سبكتكلز سبكتكلز نظارات ويلتشير يعني كرسي متحرك كلمة سي سي شن معناها؟ سي معناها يرى بما أنه أنا شفت كلمة سي يرى إذن شي يحتاج هذا كرسي متحرك لو نظارات؟ لا يحتاج نظارات سبكتكلز طيب شنو مفتح الحل؟ سي يرى سي يرى حلو ستة يقول ذا بلاير يعني بلاير رحنا نعرفه لاعب كيك لو سكورد أقول يعني بدون أنا حافظها بالثاني سكور أقول سكور قول يسجل هدف سكور قول يسجل هدف سكور قول ما يحتاج أدوخ نفسي مباشرة أقول ليا بالحل الصحيح سكور ليش؟ لأن سكورد تجوية قول يسجل الهدف يسجل الهدف آية بدون تفكير نجي ناخف تمرين آخر ناخف تمرين آخر يقول طيب اختيارات قل لي كويت لو ريلي دا وراء الاختيار شعندي كلمة فاست فاست صفة قوية لو صفة ضعيفة لا فاست صفة قوية إذن أقول ريلي ريلي طيب اللي وراء قال لي مادران يونيفرسيتيز جود ديفيكولتيز لو فاشنالتيز طيب فاسلتيز فاسلتيز يعني تجهيزات إحنا ما أخذينها ومادران يونيفرسيتيز يعني جامعات الحديثة بما أنه أنا عندي جامعات حديثة الجامعات الحديثة شبيهة شبيهة دائما بيها تجهيزات إذن الحل الصحيح هو فاسلتيز فاسلتيز الجملة الثالثة يقول من أشوف كلمة يعني معناها وظيفة جيدة اللي عنده وظيفة جيدة يخسر الفلوس لو يكسب الجملة اللي وراها الطبيب طبيب الأسنان قل لي كلمة يعني أبحث عنه وكلمة look after الحل صحيح after يعني يعتني إذن look after your teeth يعني يعتني بأسنانك إذن الطبيب الأسنان هو شخص الذي يعتني بالأسنان look after فور يبحث عنه يعني الطبيب الأسنان يدور على أسنانك شي صخم بأسنانك هو خمسة قل لي فراس وين لو سكورد السلفر ميدال ميدالية إذن هو الربح الميدالية لو سجل الميدالية لا وين الميدال ربح الميدالية ربح الميدالية طيب بالله إلى خير ما عرفت أترك ما عرفت أترك ما عرفت إلى خير أعوف لا تجاوب بدأ امتحال للجاوب هاي بكل بساطة ترجمة نانسي قنقر